بعد الشفاء من كورونا أو بعد أخذ الجرعتين من التطعيم يبني الجسم الأجسام المضادة بمعدلات مختلفة من شخص لشخص فكيف نرصد الرابط أو الترابط بين مستوى الأجسام المضادة وبين الحماية من الإصابة بالفيروس مجددا أو بشدة المرض حيث يخشل كثير من عدم تكوين المعدلات المطلوبة لحمايتهم حتى بعد التطعيم للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من جدة استشار الأمراض البطنية والأمراض المعضية الدكتور نزار باهبري أهلا بك معنا صباح الخير دكتور ويعني هذا الموضوع يشغل بال الكثير من الناس فيما يخص الأجسام المضادة لسه مش مفهوم الموضوع النسب كيف تختلف ما هو سبب هذا التفاوت هل يرجع إلى قوة الأعراض إلى ضعف الأعراض ومتنظر أن هذه النسبة ممتازة أنه ستحمينا الفترة طيب بكل بساطة هذا الموضوع جدا حساس وعلشان كذا لازم نأكد الكل الكل يحتاج أنه يفهم الموضوع بكل بساطة كل واحد فينا بعد ما تجيله لا سمح الله الإصابة أو ياخذ التطعيم يعمل الأجسام المضادة أهمية الأجسام المضادة هي أنه إذا دخل الفيروس لا سمح الله مرة أخرى بأي شكل من الأشكال في أي يوم من الأيام ما يتكاثر ولا يعمل أعراض نظرا لأنه على طول يكون فيه جيش مخصص لهذا الفيروس ليقافه نبغى نبين على أن الأجسام المضادة وتحاليلها تختلف من مكان لمكان تختلف من جهاز لجهاز يوجد شركات كثيرة مسوية الأجسام المضادة فعاليتها وحساسيتها تختلف من تحليل إلى تحليل يعني إيش؟ يعني ممكن واحد شخص مصاب يكون بيروح يسوي التحليل حق الأجسام المضادة وهو متأكد أنه مصاب بعدها بأسبوعين يروح يلاقي ما عنده أجسام مضادة يكون هذا لضعف نفس نوعية التحليل وليس فقط أنه ما عنده أجسام مضادة يعني تنسح يعمل التحليل مرة أخرى؟ أيها لا وممكن أحيانا كثيرة لازم يغير نفس المختبر يغير نفس المستشفى اللي راح سوف فيها نفس نوعية التحليل الشركات كثيرة جدا وحساسية التحليل تختلف من مكان لآخر فلا أحد يفضل يحسب أنه مثلا لو أنا رحت وقاموا قالوا لي والله أنت الأجسام المضادة حقتك تقريبا ثلاثين الرقم اللي أعطوه له الناس الثانين رجعوا قالوا لهم خمسين هو إذا راح واحد سواها في مستشفى A والثاني في مستشفى B ما نقدر نقول أنه التحليلين لهم نفس الخاصية فلازم كل مريض يروح يسوي الأجسام المضادة لازم يتأكد من شيئين إيش هو المعدل الطبيعي لهذا التحليل اللي هو سواه؟ إيش هو المعدل المقبول؟ وإيش هي حساسية التحليل؟ في تحاليل حساسيتها 90% في تحاليل حساسيتها فقط 70 و60% فبالتالي 40% ممكن يكون عندهم أجسام مضادة وأخذوا التطعيم ولكن الجهاز لا يكتشفها طيب أي يعني دكتور أنا كشخص أعرف إزاي أنا مش دكتورة أفهم إزاي إنه هذه النسبة هي نسبة طبيعية وتحميني لفترة معينة؟ ممتاز يصير لما تروحي للمختبر اللي إنتي عملت فيه التحليل هتسألي عن شيئين إيش هي النسبة المقبولة لهذا التحليل؟ أكمل أجسام المضادة المقبولة؟ رقم اثنين قدي إيش حساسية التحليل؟ التحليل حقهم حساسيته 90% 95% أو 60% أيوه طيب وهذا الرقم دكتور يفضل ثابت؟ يعني لما الشخص أخذ عمل التست حق الأجسام المضادة وطلع الرقم مثلا أربعين خلاص هيفضل دائمين أربعين؟ أم لا يجب كل شوية نرجع نتأكد من النسبة؟ ممتاز يصير الآن اللي نعرفه أن الأشخاص اللي مصابين أو الأشخاص اللي أخذوا التطعيمات إلى شهور بعدها يعني مثلا الأشخاص المصابين فيه دراسات تبين أنها تجلس على الأقل ستة شهور إلى ثمانية شهور في بعض الدراسات تبين أنه بعض الأشخاص اللي يصيبوا جلست الأجسام المضادة عندهم ثمانية شهور بس إلى الآن إحنا ما خلصنا سنة على كثير من الأشخاص اللي أخذوا التطعيم فبالتالي ممكن اللي أخذوا التطعيم بعد سنة يسولهم التحليل حق الأجسام المضادة يلاقوا ما زال موجود فنقول فعالية التطعيم سنة لو سووا سنتين بعد التطعيم ورجعنا سوينا التحليل حق الأجسام المضادة ولقناها موجودة نقوم نقول والله فعالية التطعيم سنتين واضح فإحنا لسه إلى الآن ما عندنا أشخاص أخذوا التطعيم وصار لهم سنة ما أخذينه طب هذا فيما يخص التطعيم دكتور الأجسام المضادة بعد أغضاء الكورونا يمكن يبقى عندنا وقت معين حتى نستطيع أغضاء التطعيم يعني يقال أنه ثلاثة شهور إذا فيه خطأ صلح لي طحيح ففي هذه النقطة الأجسام المضادة هل تقل تدريجياً بالما ناخد التطعيم لأنه في ناس تعتمد تقول لك أنا عندي مناعة ربانية خلاص مش محتاجة أحط المسك مش محتاجة بخلط كل الناس ما عندي مشكلة طحيح في بعض الأشخاص يسولهم التحاليل يلاقوا الأجسام المضادة حقتهم ثابتة لشهور بعدها وفي بعض الأشخاص تقل في خلال ثلاثة شهور تقل إلى مستوى ما يقدر يحميهم فهذا الكلام الاثنين صحيح يختلف من شخص لشخص وعلشان كذا تحليل الأجسام المضادة بس نبغى نبين أنه نبغى نأكد رجال على أنه مو كل التحاليل اللي موجودة في الأسواق العربية جدا حساسيتها عالية ولا إنها جدا بنفس المستوى تختلف من شركة إلى شركة ومن مكان إلى مكان حفاظا دكتور على هذه الأجسام المضادة للشخص اللي تعافى من كورونا هل تنصح أنه يفضل أنه عدم أخذ أي مسكنات هل في تقارير تفيد أنه يحلل؟ ما لا علاقة حقيقة المسكنات بأي حالة من الأحوال بالمناعة المناعة حقتنا هذه تعتمد على نسبة النوم هو اللي بيحافظ على المناعة حقتنا قلة التوتر اللي بتحافظ على المناعة حقتنا فعالية المناعة تعتمد على هذه الأشياء طيب دكتور فعالية المناعة يعني جهاز المناعة فقط يعتمد على الأجسام المضادة أم هناك ردود مناعية يعني من خلالها المناعة ممتاز صحيح المناعة لو جينا بس لبسطها تنقسم إلى جسمين في مناعة خاصة وفي مناعة عامة المناعة العامة إنه هو أول شيء الله سبحانه وتعالى أول ما يدخل فيروس أو مايكروب جو الجسم تهاجم على أي حال من الأحوال ما تفرق بين هذا هذا يسمون الجيش العام مناعة فطرية دكتور مناعة فطرية فطرية أيوة جسم عام على طول يهاجم على طول أي شيء غريب يحصل جوه الإنسان لكن في المناعة الخاصة هي هذه الأجسام المضادة المناعة الخاصة لكل سبحان الله جرثومة دخلتنا يكون فيه شيء خاص قد إيش تستمر فترة فعالية وممكن أنه يرجع يضعف ونحتاج أننا يتعرض للجرثوم مرة أخرى علشان يسوي أجسام مضادة ثانية طيب دكتور لدينا بعض الأسئلة مننا متابعين على هاشتاغ البرنامج صباح أندرسكو العربية أسئلة عامة نبدأ مع أول سؤال ما سبب فقر الدم وما هو العلاج لزيادة الدم بكل بساطة حقيقة هذا شيء عام نبغي نددي بس نصيحة عامة رجاء لا حد يجي له فقر الدم وبس أنه يروح يعطوله الدكاترة مثلا حديد لا أنا أتمنى أنه دائما يسأل الدكاترة هو ليش أنا بحتاج حديد إيش هو السبب حقي في عندي ضعف لامتصاص الحديد هل بأنا بأفقد دم في مكان ما ليش عندي صعوبة في امتصاص الحديد هي بسبب أكلي وشوربي أو بسبب مشكلة حقة انتصاص في القولون حقي لأنه في أشخاص يكون عندهم صعوبة في الامتصاص حق الحديد ويعيشوا سنين وهم ماهم عارفين وجي لهم آلام في بطنهم وهم ماهم عارفين أنهم عندهم صعوبة في الامتصاص يحتاج أنهم ينتبهوا لتغذيتهم طيب استفسار آخر دكتور من المشاهدين صباح الخير هل جرثومة المعدة تسبب بالضيق التنفس وآلام بالصدر؟ أيوة جرثومة المعدة إذا الآلام حقتها شدت زي أي أحد فينا مثلا لا سمح الله يجي له ارتجاع أو حموضة سبحان الله يقوم يصير التأثير حقه أنك تحس نفسك من تقادر تتنفس بشكل عادي من تقادر تأخذ نفسك بشكل عادي فهي ممكن صحيح تسبب عدم سهولة في الهضم تسبب عند الإنسان عدم إحساس سهل بأنه قادر يتنفس نذهب إلى سؤال ثالث دكتور هل من كان عنده مشكلة في عدم انتظام ضربات القلب لا يمكنه ممارسة رياضة عنيفة أو مجهدة؟ بكل بساطة دائما ضربات القلب ما أحد يقدر يجاوب عليها مثلا في تلفزيون بشكل عام ضربات القلب الغير منتظمة لازم الواحد يروح يسوي تخطيط ويكون عند شخص مختص ينظر إلى التخطيط ويشوف إيش هي الضربات الغير منتظمة بعدين يحدد له هو يقدر يتريض ولا لا استفسار جديد دكتور هل كثرت التجشؤ علامة على وجود مرض ما غير سوء الهضل؟ في أشياء كثيرة أحيانا من أمراض كثيرة ممكن تسبب هذا الموضوع ممكن من أشهرها هو الحموضة أو ارتجاع المريض ممكن أنها تكون صعوبة في حركة الأمعاء نظرا لأنه مثلا الشخص عنده سكري وما بيقدر ما هم حافظ على وزن السكر التراكمي الصحيح ممكن أن يكون شخص عنده إمساك مزمن ففي أمراض كثيرة ممكن أنها تسبب هذا الموضوع طيب استفسار أخير دكتور فيما يخص الأجسام المضادة هل في أبحاث بتقول ماذا صحة هذه الأبحاث فيما يخص أن الأجسام المضادة قد تكون مضرة في بعض الأشخاص هل هذا صحيح أم خاطئ؟ الناس يقولوا يقولوا إذا المناعة سبحان الله زادت عن حدها فتكون تهاجم جسم الإنسان وهي هذه التي تكون ضمن قائمة الأمراض المناعية التي هي مثلا الذئب الحمراء التي هي مثلا الروماتويد التي يأثر في مفاصل العظام في عدة أمراض لو المناعة زادت عن حدها في المهاجمة ممكن صحيح تسبب أمراضها من جدة استشارة الأمراض البطنية والأمراض المعدية الدكتور نزار بهبري شكرا جزيلا لك